السؤال اللي بعد كده من نور سمك بتقول ابني عنده تسع سنين وعنده تشتت وعدم تركيز في المذاكرة طيب طفل عنده تسع سنين عنده تشتت وعدم تركيز في المذاكرة أوكي نجاو بس أنا مبدئياً مبدئياً كده وهي دي جابتي يعني هي ممكن تستشعروا فيها بعض الاستنكار بس هو الاستنكار ده حقيقي يعني انتوا عتحسوا صحية هو التقييم منين؟ يعني مين اللي قيم حالة التشتت دي يعني مين اللي قيمه؟ هقول لك يعني هل هم المدرسين في المدرسة؟ خلاص؟ ولا حضرتك؟ ولا الآخر؟ يعني ولا في ناس آخرين؟ عايزين نقول أن التقييم المدرسي هو المعيار الفاصل في القصة دي يعني إيه التقييم المدرسي؟ يعني أن المدرسة مش تشتكي من الطفل لا تبلغكوا لأن المدرسة مفروض ما تشتكيش المدرسة لما طفل يبقى عنده مشكلة في التركيز أو مشكلة تشتت انتباه دي حاجة ما الطفل مالوش دعوه به يعني الطفل مش بيتعمدها فهمتوا قصدي فهنا لازم المدرسة بتكتب ريبورت أو بتكتب تقرير المدرسين المخلصين اللي عندهم ضمير المحترمين بيكتبوا تقرير عشان ينبهوا أولياء الأمر يقولوله خلي بالك أنت ممكن يكون الطفل عنده مشكلة يبقى ما بادئ زي بدئ كده لابد أن يصدر مش عايزة أقول التشخيص أوه ما جبتش سير التشخيص لابد أن يصدر هذا الانطباع من خلال المدرسة مش من البيت مش من البيت طلعي حضرتك نفسك من الموضوع أنت والأب والجد والجدة والجران والأصدقاء طلعوا نفسك وخالص برا الموضوع ليه؟ لأن انتوا سقف التوقعات بتاعكم بيبقى عالي قوي يعني أنت بتكوني متوقع أن الطفل ناس عنده تسع سنين لازم يعمل كذا وكذا 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 ويذاكر ده وده وده في نفس الوقت قال لي له سقف التوقعات دي وطلع يعني عايزة أقول إيه؟ يعني ما تسقطوش أو ما تدخلوش في العملية التعليمية وأنا عارف أن أنا في اللحظة دي في ناس ممكن يعني تتطاول علي بالكلام ويقولهم ما اللي هنعمل إيه؟ ده احنا بنقعد فوق دماغهم والدروس ومش الدروس على فكرة هو ده سبب المشكلة هو ده سبب المشكلة لو رجعتوا بالذاكرة الورى يا أباء ويا أمهات أنا بكلم الأباء والأمهات اللي في الجيل الحالي اللي هما عندهم أولاد عندهم تسع سنين وتمان سنين هتلاقوا أن انتوا أيام المذاكرة أيام الدراسة ما كانش فيه كل هذا العبس ما كانش موجود من أول أن الدروس ما كانتش موجودة من أول أن أولياء أموركو اللي هو الجد والجدة ما كانوش بيدخلوا كده ما كانوش بيدخلوا كده في حياة ولادهم التعليمية كان فيه حاجة اسمها مدرسة ومناهج والمدرسة دي بتشرح للمدرسين بيشرحوا للأولاد والتلاميذ وبيبقى فيه امتحانات وبيبقى فيه تعلم وبيبقى فيه خطأ وبيبقى فيه تصحيح للخطأ وهكذا وبيبقى فيه حاجة اسمها ايه متابعة من الأب والأم إنما من أول ما الأم والأب وتحديدا الأم ابتدت الأمهات تدخل قوي في موضوع الدراسة ابتدت كل المشاكل دي تطلع ليه؟ لأنه ما بقاش فيه خطوط واضحة ولا خطوط فصلة ما بين الدراسة في المدرسة والدراسة في البيت والحاجتين دخلوا في بعض وابتدت الأمهات تقيم المدرسين وابتدت المدرسين يكبروا دماغهم وابتدت يبقى فيه طرف تالت دخل في الخط اسمه الدروس الخصوصية وهكذا أصبح كل هذه الفوضى فهمتوا قصدي؟ فعشان كده أنا عايزة أقول إيه؟ قللوا سقف توقعاتكم شوية الأطفال بتتعلم بتتعلم يعني شوية بشوية يعني الطفل مش شاطر في مادة معينة في أول السنة ممكن يتحسن مستوى خلال السنة فهمتوا قصدي؟ ممكن يتحسن مستوى في السنة اللي بعديها فهمتوا قصدي؟ تمام؟ طيب كمان فيه نقطة عايزة نبه حضراتكم إليها إلى أن الأم اللي بعضتها بتقول ابني عن تسع سنين ومشتت وكده أنه أحيانا عدم ممارسة الأنشطة بينعكس على المذاكر أقول لكم إزاي؟ فيه ناس فاكرة تقولك أنشطة إيه؟ ما هو المفروض ده وقت الدراسة ما فيش أنشطة؟ لا فيه حاجة اسمها أنشطة ده حتى الجداول المدرسية الجداول المدرسية فيها حصة اسمها PE أو حصة ألعاب أو ماشا أو حصة مهارات أو حصة حاجة كده يعني دي موجودة في المنهج فما نجيش إحنا في البيت نشيلها فهمتوا قصدي؟ ما إحنا بقى مش إنتوا عايزين تماشوا بقى المسألة إنكم عايزين تقلبوا البيت مدرسة؟ خلاص طب ما اتطبقواها بقى بجد فهمتوا وجهة نظري؟ يعني الطفل الذي لا يمارس أي نشاط أنا بتكلم على نشاط ممكن نشاط إنه هو ينزل ويرجع أو نشاط إنه هو ياخد فترات راحة أو نشاط إنه هو لو بيحب حاجة معاناة يعملها لو بيحب يلعب موسيقى لو بيحب يتفرج على التلفزيون لو بيحب يلعب بحاجة على الكمبيوتر أو كده ده في وقت الدرس أهه في وقت الدرس؟ ده في وقت المذاكرة ليه؟ هذه الفترات هي اللي بتعيد شحن إمكانيات الطفل وقدراته وبتحفزه ناحية المذاكرة فأحيانا حرمان الطفل من عدم ممارسة المهارات من عدم ممارسة الأنشطة خلال فترات المذاكرة خلاص ده بينعكس عليه في المذاكرة برضو في حاجة اسمها فوارق فردية يعني إن في طفل أشتر من طفل يعني إيه أشتر؟ يعني إيه أشتر؟ في طفلة بتحفز أسرع من طفل في طفل تاني بيحل الحاجات الرياضية أسرع في طفل تالت خطه أحلى في طفل رابع عنده قدرة على فهم الحكاية والتعبير عنها بطريقة معينة يعني هو يفهمها الأول بعيني يقول له تقول له هيا فهمت إيه؟ يروح إلهالك بطريقة تانية أحيانا بتكون عجيبة ومبهرة بتكون كويسة فأقصد إن في حاجة اسمها احترام الفوارق الفردية ما ينفعش طول الوقت إن بحطين مثلا نموذج قدامنا سواء النموذج ده بقى موجود في الأسرة إنت لمش شاطر زي أختك إنت لمش شاطر زي ابن عمك إنت لمش شاطر زي أحمد اللي معاك في نفس المدرسة في نفس الفصل إنت لمش شاطر مافيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها إن ابنك هو ابنك وبنتك هي بنتك وفي حاجة اسمها الفوارق الفردية عشان كده كل هذه الأشياء بتؤدي إلى ما يعرف بالإحباط الدراسي يعني إيه الإحباط الدراسي؟ يعني يبقى الطفل عنده استعداد يتعلم وعنده استعداد لبزل مجهود وزكي فاكرين من كم يعني مش من كم من الحلقة اللي فاتت كلمنا عن أنواع الزكاة الحلقة اللي فاتت على طول خلاص أو القابل اللي فاتت أنا أسأ كلمنا عن أنواع الزكاة خلاص فكل أطفال أسكية بس إحنا اللي بنحبط أطفالنا اللي هو إيه ده إنت إيه اللي إنت عملته ده وتلاقوا الطفل مثلا يغلط فتلاقوا الأم بقى اللي قعدة أو الأب وغالبا الأم يعني هي اللي بتبقى قعدة تبقى تعلعها بقى وتلعد فيه وبتعقول له وأنت إيه وأنت ما بتفهمش هو أنا هشرحها مئة مرة هو أنا مش عارف إيه ده بيؤدي إلى إحباط الطفل فأرجوكوا بالراحة شوية خففوا الحصار عن الأطفال في وقت الدراسة وأنا بتكلمه هو الدراسة لسه هتبدأ إن شاء الله خففوا الحصار شوية كل ما هتخففوا الحصار وده مش معنى أن الحكاية تبقى لعب وتبقى هزار لا بس خففوا الحصار شوية بلاش ما يعرف بالستيريو تايب بلاش نبقى حفظ إحنا ما نبقاش نبقى حفظين مش فاهمين اللي هو إحنا في وقت الدراسة فلازم نعمل كده والكمبيوتر هيتشال والتلفزيون هيتطفي وما فيش أنشطة وما سمعش صوتك وتخلص ده مش عارف إيه وتذكر النهار ده كذا وكذا وكذا كل ده غلط كل ده غلط خففوا الأمور شوية لأنه العملية التعليمية دي عملية تدريجية وهي جزء من الحياة مش هي الحياة نفسها تمام كده يا رب تكون يعني صاحبة سؤال أولا ما تزعلتش من كلامي أو أنت كل الأمات ما تزعلتش من كلامي أنا بتكلم مش من بعيد ولا من برج عاجي خالص أنا بقول لكم الصح إحنا أحيانا في مشاكل كتيرة جدا جدا فيما يخص عمليات التعليم بتاعت ولادنا والله إحنا اللي بنعملها يعني لو الأمور تثابت على طبيعتها مش هنواجه كل هذه المشكلات